بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد اليوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول 1445 للهجرة الموافق للسابع عشر من شهر سبتمبر 2023 موانع النكاح أو موانع الزواج في هذا اللقاء والحبة سنأخذ متى نأتي لشخص أكمل الشروط والأركان في النكاح إلا أن نمنعه من إتمام الزواج فنقول له زواجك لا يصح سواء كان ذكرا أو أنت فيثبت الزواج شرعا يثبت الزواج شرعا فلا ينفك هذا العقد إلا بالطلاق إذا وجدت الأسباب ومن الأسباب التي أخذناها مسألة أن يكونوا معينين يعني الذكر والأنثى وأن يكون هناك صداق وأن يكون هناك ولي ومن إقامة الأسرة المسلمة أسباب الزواج ما عليش أسباب الزواج من إقامة الأسرة المسلمة يعني ما يرغبهم في إقامة النكاح سواء إرادة التناسل إرادة تحصين النفس وهكذا كالتحصين من الوقوع في المحرمات أو إبقاء النسل وكذلك توفرت الأركان كما مر معنا والأركان هم الزوجين والشروط والشروط كما مر معنا الولي وانتفت الموانع التي سنأخذها اليوم فقد وقع الزواج إذن إذا وجد السبب والركن والشرط وانتفى المانع ثبت عقد الزواج المانع من مقصود به هو ما يلزم من وجوده العدم يعني متى ما جاء المانع إن عدم الحكم متى ما وجد المانع إن عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود يعني إن لم يكن هناك مانع قد لا يكون هناك حكم السبب إن وجد وجد الحكم المانع إن لم يوجد لا يلزم أن الحكم يكون موجود وغير موجود لا علاقة له ولا عدم لذاته فقد يطبق ما مثاله من باب التوضيح ما يلزم من وجوده العدم أي إذا وجد المانع إن عدم الحكم كوجود الحيض فإنه يسقطيش وجوب الصوم ووجوب الصلاة للمرأة فالحيض مانع من موانع الصوم والصلاة طيب كون المخطوبة في العدة المرأة إن كانت في عدة رجل سواء من وفاة أو من طلاق فإنه من موانع الزواجها فمتى ما كانت المرأة في العدة لا يجوز التزوج ولا يجوز عقد الزواج يعني كتب الله لك أن تكتب أنت عقد القران تتأكد من هذه المعلومة أنك تتأكد البنت بكر أم ثيب بكر هذه البكر هل تزوجت يعني قد تكون ملك عليها وطلقت فهي بكر إلا أنها في عدة فالناس تخطئ ما تعرف يعني كم عدة البكر الغير مدخول بها اللي هو إنسان نسميه إنسان ملك عليها ثم طلقها لا عدة لها طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته أي لا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدم وجود أي لا يلزم من كون المخطوبة ليست في العدة وجود الزواج يعني إذا جاءت إمرأة ليس عليها عدة هل يلزم أنها تزوجت أو يعني عقد الزواج تم لا لابد من الشروط ولابد من الأسباب والأركان فقد يعدم الزواج أيضا لمانع آخر قد يكون هناك سبب آخر ما أقسام المانع قسمين إما مانع وجوب إما مانع وجوب فالحيض مانع لوجوب الصلاة والصوم هذا مانع لوجوب عندنا الصوم والصلاة ما حكمه واجب واجب فوجود الحيض مانع للوجوب وهناك مانع للصحة مانع للصحة العقد كالعدة مانعة لصحة الزواج موانع الزواج الذي يهمنا الآن هذا هو ما موانع الزواج المانع إما أن يكون لسبب فيحرم زواج المسلمة من المشركين أو الملحدين أو أهل الكتاب من اليهود أو النصارى يعني من كان على غير الإسلام يحرم للمرأة المسلمة أن تتزوجه ما الدليل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أي اختبروا إيمانهن وإسلامهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن يعني قد تخفي قد لا تظهر لكن الظاهر إن شهدت بالله ربا وبالعسول نبيا وبالإسلام دينا ويعتقدت بوجوب الصلاة والزكاة والصيام فنحكم عنها أنها مسلمة فهذه المسلمة فإن علمتموهن يعني من الإختبار مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار رغم أن الكافر هذا كان زوجا له فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذه آية واضحة وهناك دلة كثيرة لا تجوز للمرأة بالإجماع أن المرأة المسلمة تتزوج من غير المسلم ثانيا يحرم زواج المسلم من المشركات ولكن يجوز زواج من اليهودية أو النصرانية المتدينة بدينها لابد أن تعتقد بدينها أما الملحدة ماذا تعتبر ما تعتبر من أهل الكتاب حتى وإن قالت أني يهودية أو نصرانية فالعبرة بما تعتقده أو ما تفعله بشرط أن تكون عفيفة أي محرمة على نفسها الوقوع في الزنا ولا تمكن نفسها من أحد قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني قد يكون في مذهبها في عقيدتها أن ما تريد مهر فأنت تعاملها بدينك فتدفع لها المهر قليل كثير تدفع لها محصنين غير مسافحين مسافحين أي مظهرنا الزنا علانية ولا متخذي أخذان حتى ولو كانت آخذ فكرة للصحوبية أو الوقوع في الزنا بالتخفي يعني كأنه صديق لها أو كأنه حبيب قديم أو زميل قديم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مناسبة هذه الآية نزلت لما اليهوديات أو النصرانيات اللي كانوا في المدينة ونزلت هذه الآية أحل لكم كأنهن قالوا ما علم الله علينا من شيء ليجب علينا الإسلام حتى أباح للمسلمين أن يتزوج بنا فأنزل الله والرسول السلام أمر أن تجعل هذه الآية أو تكملة للآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يعني لا تقول أنه ماداما أبيح لك الزواج فأنت على خير لا هو توضيح من الله في تلك الحقبة إلى قيام الساعة أن الكفر هذا خط مش أحمر يعني لا يعني هداء يعني هوادة فيه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يعني يوم القيامة ستكون من الخاسرة وهذا يفيدك في أمور الدعوة الله هو الذي خلقنا هو الذي يعلم تفكيرنا كونك تأتي لإنسان تعرض عليه الربح والخسارة حتى لو قال لك مثلا لو جئت قلت له اقرأ عن محمد صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام يعني غير يقول أنا مسرور بعبادتي أو بديني ليش أقرأ ما الذي يلزمني أني أطلع على الدين الإسلامي فتقول له لكي لا تكون من الخاسرين أو من المعذبين ثانيا أو ثالثا أن يكون في عصمة العاقد أربع زوجات فالرجل الذي في ذمته أربع زوجات حتى وإن كانت احتاهن أو اثنتين أو ثلاثة في حال العدة يعني طلقها طلقة واحدة وهي في حال العدة فهي ما زالت زوجه وإن طلقه وذي نأخذها بالتفصيل إن شاء الله في الطلاق لكن على العموم إن كان متزوج أربع على إصمته لا يجوز له أن يخطب الخامسة هو هذا الذي في خلاف بعضهم قال لا يجوز العقد هذا بالإجماع واختلفوا في مسألة البحث والسؤال والخطبة يعني رابعا طبعا الأولى في مثل هذه لو سئلت يعني قد يكون كل إنسان على يعني على شخصيته فقد يكون إنسان لا يريد أن يطلق يعني هو ناوي للزواج ولا يريد أن يطلق الرابعة أو إحداهن حتى يتأكد أنه لديه يعني زوجة مناسبة على تربية الأبناء أو مناسبة له أو لسفره أو لطريقته فهذا ما ت يعني قد لا تنقل له التحريم لأنه ما في نص لكن تنقل له تحريم العقد لأنه ما يعقد عليها حتى يكون في ذمته ثلاث فقط أن تكون المخطوبة متزوجة إذا كانت هذه المخطوبة متزوجة يحرم خطبتها تصريحا أو كناية حتى كناية وقد تكون الخطبة ممن مش من الرجل قد تكون من أمه من أخته من بنته من يعني ممن يحبه من خطابة تعمل بهذا العمل فلا يجوز أن تدخل بيوت الناس فتعلم أنه امرأة متضايقة مع زوجها أو غريب أو بعيد عنها فتقول له أنت طلق نفسك بس والناس يرغبوا فيك أو أنا جيب لك يعني شو في زوجت أخواتك زوجت قبيلتك زوجت كذا هذا لا يجوز في الإسلام هذا من التخبيب أي تخريب البيوت وهذا فيه لعن لعن الله الذي يخبب المرأة على زوجها تتبغضها وتكرهه أو وكذلك لعن الله من خبب رجلا على زوجته يعني انتبه إن جاء أحد استشارك في مسألة الزواج لا تأتي بفكرة الطلاق أو الانفصال حتى تفهم حتى تفهم ما الصح أن تكون المخطوبة متزوجة ما الدليل فلا يجوز خطبة المتزوجة تصريحا أو تلميحا ولو كانت في عدة الطلاق الرجعي لهو طلقة أو طلقتي إذا كانت في طلاق يسمى طلاق رجعي اللي هو طلقة أو طلقتين فلا يجوز خطبة وما الدليل قول الله تعالى والمحصنات من النساء فسرت وعلمت إن الصحابة رضوان الله علي من المقصود بها أن المرأة التي تكون في ذمة رجل أو في العدة ما يجوز تصريح الخطبة لها أما لو كانت في عدة بائن ما هي البائن هي المطلقة ثلاثا فهذه لن تحل له حتى ترجع حتى تنكح زوجا غيرها فهنا يجوز التلميح يجوز التلميح أو في عدة وفات يعني توفي زوجها وهي في العدة فمن باب التعزية ما تكون مهمومة مغموما ما يعرف ماذا تفعل بنفسها أو بأسرتها أو كذا فيجوز أن تلمي حتى هي ترتب وقتها ووضعها أما لو كانت في عدة البائن وهي المطلقة بالثلاث أو عدة الوفاة فيجوز خطبتها تلميحا مش تصريحا ما الدليل؟ قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ما في قول فاحش ما في بداء أن يجوز تعريض الخطبة في النساء في عدة من وفاة أزواجهن من غير تصريح والتعريض ضد التصريح وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل فقولي أتمنى أن يرزق الله ابننا إمرأة مثلك أو إمرأة صالحة والله مثلك ما يضيع خسر لما طلقك أو لما تركك وإن شاء الله ربي عوضك بالأفضل منه أو لو عندي ولد زوجت وهي عند أخت أو يعني أخ أو شيء أو أنت بنت يرغب فيك الرجال كما أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أظن في زينب لما انجأت اشتكت من زوجها أنه طلقها فقال لها في معنى يعني اجعلي يطلقك وإذا انتهت عدتك فراجعيني أخبريني فقالوا هذه من التكن في الخطبة أم المؤمنين بعدين زوجها رضي الله عنها وأرضاها طيب أن تكون المخطوب بائنا من الخاطب بينونة كبرى هذا من موانع النكاح أن تكون هذه المخطوبة بائنا منه بينونة كبرى يعني مطلقة بالثلاث فهذه لا تحل له إلا متى حتى تنكح زوجا غيره من الخاطب أي مطلقة منه بالثلاث فلا تحل قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واضح يا مشايخ الشعن المانع توضح كلمة مانع طيب أن يكون أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة يعني متى ما خرج من بلاده وهو بنية العمرة والحج يجوز له أن يخطب ويخطب له لكن إن تلبس بالإحرام يعني بدأ النسك من الميقات فلا يجوز له حتى ينتهي من ماذا من تحليق الشعر أو من نسكه أن يكون أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة وطبعا الذين قالوا بأنه ما يجوز حتى لما تزوج ظن ناس يسمع هل هي روى الحديث ابن عباس فقال أن النبي عسلام تزوجها وهي محرم ومحرم في حجة الوداع فهي ردت وقالت يعني هو اللي تزوج أو لتزوج أنا والله ما تزوجني إلا بعد أن حل يعني بعد أن تحل لتزوجني طيب أن يكون أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة فعن أبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى في الخطوبة بعدها أن يكون أحد الزوجين زان ولم يتوب يعني متلبس بالزنا ولم يتوب أما كلمة أنه مثلا وقع منها الزنا أو وقع منه الزنا أو سمعنا أنها ولياذ بالله يعني في تشويه للسمعة أو للكلام لكنها تائبة فيجوز لكن من يعتقد بالزنا أو يفعل هو وهو ثابت عليه حتى وإن لم يقم عليه الحد أو يقبض لكنه نعرف أنه مثلا هذا الرجل عند العادات هذه أو المرأة عند العادات هذه فلا يجوز الزواج من بعضهما والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة للمعصية قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر ما ذلك على المؤمنين الناس أيها الأحبة أن أعرض لكم حديث الحديث هذا صحيح وهو من أسباب نزول هذه الآيات وقد يأتي في زمان يستخدمه الذين يعني مثلا يريدون الطعن في الإسلام أو التشكيك في حججهم هذا الحديث أيها الأحبة عن أمر بن شعيب عن أبيه عبد الله عن جده عمر بن العاص قال كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد رجل من الصحابة رضوان الله عليهم اسمه مرثد ابن أبي مرثد يعني هو صحابي وأبوه صحابي وكان يحمل الأسرع هذا الصحابي يعني كان فيه قوة وكان فيه يعني قوة بدنية فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر أسر كثيرا من المشركين وكان هناك طريقة الفداء فأعطونا من المسلمين الذين أنتم آسلينهم أو معذبينهم في مكة مقابل أن نعطيكم من أسرناهم من المشركين وهذه التي استشار فيها النبي والسلام أبو بكر فشار عليه بالفداء واستشار فيه عمر بن الصطاب فأشار عمر بماذا بالقتلهم وأيده الله وما كان لي رسولين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني كأن يا محمد أو يا رسولي يا رسول الله وهذا أكبر دليل أن يا محمد رسول الله كيف سيعاتب نفسه أن ما كنت لتتمكن من وجود الأسرى أو لا أعداء الله وأعداء الدين حتى تثخن في الأرض حتى تقاتلهم فكونك قاتلتهم علانا ما جئت لهم بالنفاق أو ما جئت لهم بالخديعة أو ما جئت بالغدر فكونك قاتلتهم وهم أرادوا قتالك وقاتلتهم فأسرتهم ما كان لك أن تجعل الفداء وإنما كان لك أن تقتلهم فعلى العموم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكائه ونباهته وفطنته ظن أن المشركين سيمكروا به ولن يسلموه الأسرى فأرسل مرثد فأرسل مرثد حتى يأتيه ببعض الأشخاص اللي موجودين في مكة مقيدين ومكبلين ومحبوسين فمرثد هذا ذهب وامتثل إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الليلة قمرية يعني يظهر فيها الوجوه وإن كان في الليل فلما دخل مكة هو من أهل مكة يعرفها فظل يتلصص في البيوت حتى يقترب من إيش من المساكن هذه اللي هم آسرين في الأسرة فكان واقف بجوار بيت فإذا بفتاة اسمها عتاق وهذه عتاق كانت بغية من بغاية مكة وكانت بينها وبينه شعب وصحبة وعلاقة فرحبت به ودعته إلى بيتها تعال فقال أني مسلم والدين يمنع هذا الشيء الذي يريد أن يطعن الآن في الإسلام لن يقول هذه المعلومات ولو بحثتم عن بعض الكتب قد يدخل أشياء زيادات في هذا الحديث ليست فيه على العموم فامتنى فقال أنا مسلم والإسلام يحرم علي هذا الشيء فما كانت منها هي إلا أن غضبت فوشت به ذهبت للمشركين فقالت عرمت أو عرفت من يخرج أسرانا إنه في المكان هذا فأتوا وكانوا تقريبا ثمانية رجال وهو لما انشك أو لما رأاهم اختبأ وظل مختبئ فترة طويلة فما كان منهم إلا أن أحاطوا بالمكان يعني كل واحد واقف فيه في ركنة فظلوا واقفين واقفين حتى هو ذكر من طيلة الوقوف وإرادة انصرافهم كأنهم أجلكم الله بالوا يعني أتوا بالوا في الطريق أو في المكان فانتقل له رذاد بوله على وجهه وهو صابر حتى لا يكشف أمره فستره الله فلما يعني رأاهم انصرفوا خرج فأخذ ما وصاه النبي عيسو السلام بأخذه فحاول يعني فك قيوده ما استطاع أخذه بقيوده وحمله رضي الله عنه حتى خرج به ولم يستطيع يعني اللحاق به وفي نصف الطريق فك القيود وكسرها وآتى به للنبي عليه الصلاة وظن وصل مع النبي في المدينة فالصحابي هذا مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في أن يأذن له أن يتزوج عتاقات فالنبي عليه عيسو السلام سكت ما أجابه وهذه كانت من التشريعات أن النبي عسام إذا ما يعرف الإجابة أو لا يرغب بالإجابة يسكت حتى يأتيه الوحي وكان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يلح بالسؤال منهم من ينتظر حتى يقضي الله فيه أمرا يعني من السبع سماوات فأعاد عليهم مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة حتى أنزل الله هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عيت بي مرثد قلما جاء تلى عليه الآية وقال إني أحرم عليك يعني لا يجوز لك نكاحها فهذا الحديث جاء سببا في قصة مرثد في أنه لا يجوز للإنسان المسلم المحصن أن يتزوج من الزاني والعكس بالعكس لا يجوز للمحصنة أن تتزوج من الزاني نمر على الحديث كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى ياتي به من المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه كان وعد رجلا من أسار مكة أن يحمله فقال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حايط من حوايط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجانب الحايط فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا ألم فبت عندنا الليلة قال قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام بدأت تصيح تفضح يا أهل الخيام يا أهل مكة يا فلان يا فلان هذا الرجل يحمل أسراكم هذا الرجل يحمل أسراكم ما عليش هنا أنبهكم لشيء غالبا الشيطان يفضح الخير من الناس يعني الشيطان يوسوس للرجل الوقوع بالزنا أو للمرات الوقوع بالزنا فمن كان معتادا على الزنا يتركه الشيطان يعني يفعل ما فعل ويتركه أما إذا كان من طلبة العلم من أهل الخير من أهل الصلاح يسعى الشيطان إلى إيش إلى فضحه فكن حذرا أنت كطالب علم أو ك يعني كما أنك تخاف من الله ومن عذابه فعرف أن هناك عدو يتربص بك لماذا هو يريد أن يفضحك حتى يطعم في الدين لأنه أنت سبب لطعان الدين تسبب العالم أو الإمام أو الشيخ أو طالب العلم أو صاحب الحلقة أو المرأة هذه أو المتزوجة كونه يعني يطعم فيك ستخرب العسرة وتخرب البيت فهو يسعى لهذا الشيء فعلم أن هناك عدو لك يعني من باب الموانع وما في شيء أن الإنسان يعني حتى يجعل من باب الموانع مثلا الأمراض أنه هذا يسبب بالأمراض من الموانع أنه ممكن أنت قد تصور من الموانع أنك قد تبتلى قد تبتز قد قد وهكذا قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة أظن الخندمة اللي هو ناحية جبل الخندمة في مكة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني وهنا من وأما بنعمة ربك فحكت يعني لا بقوتي ولا بشجاعتي ولا بذكائي حماهم الله عني قال ثم رجعت ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر منطق أظن في أطراف مكة ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا تسمح لي تسمح لي مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها وفي رواية أبي داود هذه في سنة الترمذي وفي رواية أبي داود فداعني يعني أمر الصحابة أن يعني يأتوا به فقرأها علي وقال لا تنكحها هذا كل يا مشايخ نستفيد أنه نحن لا يعني ندرس شيء أو نأخذ مثلا أحاديث أو سنن غير حقيقية هذا أثر أو حديث يوضح لنا أن المسلمين أو الصحابة قبل الإسلام كانوا على على كفر والشرق وفحشاء ومنقر يوضح لنا الوضع الذي كان في مكة والمدينة وبعد أسرى بدر يعني نسمع غزوة بدر طيب ما بعدها وفي مكايد وفي أشياء يوضح لنا أن هؤلاء الصحابة رجال مثلنا يعني يشتهوا يحبوا المال ويحبوا النساء ولكن كانوا يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا مش حراع ليس عيبا أن الرجل يعني يبحث عن الحلال أيضا نزول الآيات أو هذا يوضح لك أن هذه الآية نزلت لماذا يعني الصحابة وقال فضحتني يا رسول الله أيضا الرسول السلام لم يأمره الله بالبلاغ وبتأدية الأمانة أو يشرح له ما نهره ما شتمه ما عايب عليه تزوج زانية فتتمثل أنت يا طالب العلم ومن يبتليه إذا جاء واحد يسألك تعرف كيف تجيب تتعدب معه ما تقول والله يا أخي أنت جاهل وانت تفاهم أنت غلطان ليش ما تعرف ليش ما تسألاني الحكم لتغلطه أو يا أخي أنت يعني تبقى تفضح نفسك تبقى تفضح حسرتك وما سألك عن رأيك إذا جاء التمس فيك أنك طالب علم أو صاحب كتاب أو صاحب سنة وسألك عن شيء شرعي تعرف كيف تجيبه يعني والعياذ بالله إذا جاءت بنت لا أقول لك أخي أنا حب ولد أمي أقول لك حب فلان يا شيخ خاف الله إيش تحبي ما تحبي لا يسمع يا أخي الحب حرام لا بالعكس الحب ومن هو أن يحبك في الله لكن إن صرف هذه المحبة قد يكون فيه عجاب يعني إنسان يقول والله يا أخي أنا تعجبني هذه المرأة فيها من الصلاح وبرها لوالديها وتحملها للمشاكل ومشاء الله سارت تساعد ورحومة بالأبناء طيب هذا محرم ليس محرم هو المحرم ما يتبعه مثل التشحي مثل أن يؤذيها أو يعني يعرض لها بالمصاحبة أو بالمحادثة أو أن يكون بينهما مثلا علاقة أو شيء هذا المحرم طيب أن تكون المخطوبة في محبة بينهم هو أصلا في محبة هكذا جاء طيب أن تكون المخطوبة من المحرمات من النساء انتبهوا يا مشايخ إذا كانت المرأة هذه المخطوبة محرمة عليه من النسب من النسب قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذو محرمين بالنسب فعندنا الأم أو من أو الجدات وهذا يتمنى حتى لو واحد منكم جزاه الله خيرا أنا ما أسعفني الوقت أنه يسوي إليها شبكة كذا رسم عشان الواحد يتصورها تعالوا الآن حبة حبة تمثل أنت بنفسك الآن نسمي نفسك في قلبك يعني فلان فتصور الآن أمك وجداتك من قبيل أمك وأبيك هؤلاء كلهن محرمات عليك نعيد الكلام أمك وأمها وأم أمها وأيضا أم أبيك وأمه وأمها وأم أمها كلهن هؤلاء محرمات علي أن تكون المخطوبة من المحرمات الأم أو الجدات من جهة الأب أو الجدات من جهة الأم مهما على الدرجتهن قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم واضح يا مشايخ في أحد عنده إشكال في الأمهات ولا من واضح تأتي تأتي لا لا هذا من النسب لنتكلم أول لسبب فلان إحنا انتقلنا للنسب إيش المقصود بالنسب اللي هي العلاقة التي جاءت بسبب إيش البنوة أو الأبوة هذا سببها يعني طيب مش المصاهرة تأتينا المصاهرة طيب ثانيا البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل مهما كانت درجتهن في النزول ما شاء الله هو الجد الكبير كلهم أولئي بناتوا بنات بناتوا كذا إذن يحرم عليه الزواج بهن وقول الله تعالى وبناتكم ثم بعد ذلك الأخت هذه الآن مجاورة لك الذي يريد أن يرسمها الأم والجدات فوق والبنات هنا تحت تأتيك هنا الأخوات سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم كيف أخت شقيقة أن يكون مثلا رقم واحد أبوه ألف وأمه نون ألف ونون أولاد ألف ونون فيكون عنده أختي اللي هي رقم اثنين أخته وأبوها مين ألف وأمها نون ألف ونون واضح يا مشايخ يعني هو رقم واحد أبوه ألف وهي رقم اثنين أبوها مين ألف نفسه ويكون هو رقم واحد أمه نون وهي يكون أمها نون نفسهم هؤلاء إخوة أشقاء طيب الإخوة لأب هو أبو ألف وأمه نون فهي أخته من الأبوة فأبوها ألف نفس أبوه لكن أمها هذا أخ أو أخت لأب طيب الأخت لأم نفسها أبوها هذه رقم اثنين أبوها صاد لكن أمها اللي هي نون نفس الأم فهذه أخت لأم هذا التفصيل عشان تحفظوا أنا أعرف أن أغلبكم فاهموا وعارفوا لكن من باب التوضيح هذه الأخت لا يجوز زواج بها من المحرمات والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم قال الله تعالى وأخواتكم ثم بعد ذلك العم الشقيق ما شاء الله سهل أول واحد ألف ونون وألف با وألفها طيب من يمثل للعم الشقيقة لا على هذه واحد واثنين وألف ونون طيب ببساطة منذكرين عائلة واحد ونون أبناؤهم فلو جاء واحد ابن ألف ابن ألف ماذا تقرب له رقم اثنين إذا كانت أمهم أمها وأبوها نفس ألف وبا حيكونيش عم شقيقة وإذا كانت هذه العم أبوها ألف وأمها ها حتكون عم إيش اللي هي عم إيش عم لأب لأنه إيش مشترك مع أبيه في ألف طيب إذا كانت هذه العم أبوها صاد لأخذنا نفس المثال لكن أمها نون حتكوني عم إيش عمه لأم حتكون عمه لأم طيب العم الشقيقة أو العم لأب أو العم لأم بقول الله تعالى وعماتكم ثم بعد ذلك الخالة الشقيقة خير من يوضح للخالة الشقيقة كيف تكون اللي هي أبناء مين بنفس المثال كيف يكون خال هو حصلا خالة اللي هي أبناء رقم اثنين الآن نحن نتكلم على أبناء رقم اثنين فلها أخت هذه رقم اثنين لها أخت اللي هي مثلا نقول أربعة فإن كان أبوها أبو رقم اربعة ألف وأمها باء فهذه خالة شقيقة طيب إذا كانت أبوها ألف لكن أمها خالة لأب طيب إذا كانت أمها نون وأبوها صد خالة لأبوها خالة لأبوها فلا يجوز الزواج منها ثم بعد ذلك بنت الأخ الشقيق هذا نفس اللي أخناه اللي هو رقم ثلاثة لا يجوز التزوج منه سواء كان لأخ شقيق أو لأب أو لأم مهما نزلت درجته انتبهوا يا مشايخ هذه بعض طلبة العلم يغلط فلا يظن أن هذه تنتقل الآن هو يشقرب لهذه بنت الأخ الشقيق ما قرابته هذا الآن العريس عما صح طيب بناتها بناتها برضو نسميها من بابا نعم يعني نقول عم لكن أيضا من المحرمات ولا ممن المحرمات من المحرمات هذه فينا استغلط فيها يعني يظن البعد بعدا للقرابة يعني خلاص يعني بعد ذلك بنت الأخت الشقيقة واضح هذه بنت الأخت الشقيقة اللي هي بنت يا بنت أربعة هذه بنت أربعة اللي هي ايش تقرب لك ماذا تقرب للعريس خالها فهذا إن كان خالها لشقيق أو خال لأب أو خال لأم لا يجوز له أن يتقدم أو أن يعقد على هذه الفتاة طيب إن كانت بناتهن نفس الشيء واضح يا مشايخ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد هذا ما تيسر يعداده ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم وفي أمان الله شكرا شكرا